السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر آداب وإنسانيات درس اليوم هو تمارين على التمدد والتضيق والعمليات على الدوال سوف نتعلم في هذا الفيديو حل تمارين على التمدد والتضيق الرأسي التمدد والتضيق الأفقي جمع وطرح وضرب دالتين وأخيرا تركيب الدوال التدريب الأول صف العلاقة بين التمثيل البياني للدالة جي مع التمثيل البياني للدالة f of x equals x square plus 1 في كل مما يلي أولا g of x equals minus x square minus 1 الحل لاحظ عزيز الطالب لدينا الدالة الأصلية f of x equals x square plus 1 نلاحظ أنه تم ضرب المخرجة في negative 1 فأصبحت g of x minus x square plus 1 كيف نصف العلاقة بين الدالتين؟ نمثل الدالتين في المستوى الإحداثي نبدأ بالدالة f of x نجد تعويض عدة قيام نعين النقاط في المستوى الإحداثي نصل بين النقاط فينتج تمثيل الدالة f of x بنفس الطريقة نمثل الدالة g of x نجد تعويض عدة قيام نعين النقاط في المستوى الإحداثي نصل بين النقاط فينتج تمثيل الدالة g of x الآن ماذا تلاحظ؟ هو إنعكاس في المحور x أي أن التمثيل البياني للدالة g هو إنعكاس في المحور x لتمثيل الدالة f ثانياً إذا كانت g of x equals to x square plus 2 الحل لدينا الدالة الأصلية f of x equals x square plus 1 وتم ضرب المخرج في 2 أي g of x equals to times x square plus 1 لوصف العلاقة نمثل الدالتين في المستوى الإحداثي الدالة f of x تمثيلها من الفرع السابق هو كالتالي أما الدالة g of x نمثلها في المستوى الإحداثي نجد تعويض عدة قيام نعين النقاط في المستوى الإحداثي نصل بين النقاط فينتج تمثيل الدالة g of x والآن ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن المسافة بين المحور x والدالة الأصلية f of x تمددت بعد ضرب الدالة في العدد 2 نعم أي أن التمثيل البياني للدالة g هو تمدد رأسي بعيدا عن المحور x لتمثيل الدالة f ثالثا g of x equals 1 over 2 x square plus 1 over 2 الحل لدينا الدالة الأصلية f of x تم ضرب المخرجة في 1 over 2 فنتجة g of x equals 1 over 2 times x square plus 1 لنصف العلاقة نمثل الدالتين في المستوى الإحداثي الدالة f of x تم تمثيلها سابقا وهي كالتالي نمثل الدالة g of x نجد تعويض عدة قيم نعين النقاط في المستوى الإحداثي نصل بين النقاط فينتج تمثيل الدالة g الآن نفس السؤال ماذا تلاحظ نلاحظ أن المسافة بين المحور x والدالة الأصلية f قد تضيقت إذن التمثيل البياني للدالة g هو تضيق رأسي باتجاه المحور x لتمثيل الدالة f الفرع الرابع g of x equals 1 over 2 x square plus 1 الحل لدينا الدالة الأصلية f of x تم ضرب المدخلة في 1 over 2 أي المدخلة فقط 1 over 2 x square plus 1 حتى نصف العلاقة نمثل الدالتين الدالة f of x تمثيلها معلوما لدينا والآن نمثل الدالة g of x نجد تعويض عدة قيم نعين النقاط في المستوى الإحداثي نصل بين النقاط فينتج تمثيل الدالة g of x الآن ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن المسافة بين المحور y والدالة f قد تمددت إذن التمثيل البياني للدالة g هو تمدد أفقي بعيدا عن المحور y لتمثيل الدالة f الفرع الخامس g of x equals 2 x square plus 1 الحل لدينا الدالة الحل لدينا الدالة الأصلية f of x equals x square plus 1 وتم ضرب المدخل فقط في 2 إذن g of x equals 2 x square plus 1 لوصف العلاقة نمثل الدالتين في المستوى الإحداثي الدالة f of x أصبح تمثيلها معلومة لدينا الآن نمثل الدالة g of x نجد تعويض عدة قيم نعين النقاط في المستوى الإحداثي ونصل بين النقاط فينتج تمثيل الدالة g الآن ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن المسافة بين المحور y والدالة قد تضيقت إذن التمثيل البياني للدالة g هو تضيق أفقي باتجاه المحور y لتمثيل الدالة f التدريب الثاني في كل مما يلي اكتب دالة g يكون تمثيلها البياني كالآتي بالنسبة للتمثيل البياني للدالة f of x equals square root of x plus 2 أولاً انعكاس في المحور x الانعكاس نضرب المخرجة في negative 1 i g of x equals negative square root of x plus 2 ثانياً تمدد رأسي بعيداً عن المحور x التمدد الرأسي نضرب المخرجة في أي عدد قيمته المطلقة أكبر من 1 وليكن 3 فتصبح g of x equals 3 square root of x plus 2 ثالثاً تضيق رأسي باتجاه المحور x نضرب المخرجة في أي عدد قيمته المطلقة بين 0 وال 1 وليكن 2 over 3 فتصبح g of x equals 2 over 3 square root of x plus 2 رابعاً تمدد أفقي بعيداً عن المحور y نضرب المدخلة في أي عدد قيمته المطلقة بين 0 وال 1 وليكن 2 over 3 g of x equals square root of 2 over 3 x plus 2 خامساً تضيق أفقي باتجاه المحور y نضرب المدخلة في أي عدد قيمته المطلقة أكبر من 1 وليكن 3 مثلاً فتصبح g of x equals square root of 3 x plus 2 التدريب الثالث إذا كانت f of x equals x square plus 1 و g of x equals x minus 2 فأوجد ناتج ما يلي f plus g الحل نريد f of x plus g of x أي x square plus 1 plus x minus 2 نزيل الأقواص بتجميع الحدود المتشابهة ينتج x square plus x plus 1 minus 2 وبالتبسيط ينتج x square plus x minus 1 ثانياً f minus g of x نريد f of x minus g of x أي x square plus 1 minus x minus 2 نزيل القوس ونوزع السالب فينتج x square plus 1 minus x plus 2 وبتجميع الحدود المتشابهة ينتج x square minus x plus 1 plus 2 إذن f plus g of x equals x square minus x plus 3 ثالثاً f times g of x الحل نريد نريد f of x times g of x أي x square plus 1 times x minus 2 بضرب الأقواس بضرب الأقواس ينتج x square times x plus x square times negative 2 plus 1 times x plus 1 times negative 2 وبالتبسيط ينتج x power 3 plus negative 2 x square plus x minus 2 أي أن f times g of x equals x power 3 minus 2 x square plus x minus 2 الفرع الرابع f after g of x f of x equals x square plus 1 and g of x equals x minus 2 نريد نريد قاعدة g في قاعدة g في قاعدة f أي f of x minus 2 وبالتعويض في f x minus 2 square plus 1 وبعد التفكيك ينتج x square minus 4 x plus 4 plus 2 وبتجميع الحدود المتشابهة ينتج x square minus 4 x plus 4 plus 2 وبالتبسيط ينتج x square minus 4 x plus 6 الفرع الخامس g after f of x لدينا f of x ولدينا g of x نريد g after f of x أي نريد g of f of x نعوض قاعدة f في قاعدة g كالتالي g of x square plus 1 نعوض في الدالة فينتج x square plus 1 minus 2 نزيل القوس فينتج x square plus 1 minus 2 وبالتبسيط ينتج x square minus 1 أي أن g after f of x equals x square minus 1 أما الواجب فهو الأسئلة التالية وأخيراً أشكر لكم حسن استماعكم على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر أداب وإنسانيات ترجمة نانسي قنقر